رحمة الرحيم احنا النهاردة في جولة تفقدية ومتابعة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف ال LRT وحنا دايما بنأكد عشان ما يبقاش فيه تداخل ما بين مفهوم القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع فدايما بنقول ده القطار الكهربائي وبنقول على القطار السريع القطار السريع هما الاتنين كهرباء ولكن فيه واحد كهرباء بيمشي لحد صورة 120 كيلو اللي احنا فيه النهاردة اللي هو القطار الكهربائي الخفيف اللي بيربط محطة عدل منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالعاشر من رمضان القطار الكهربائي السريع اللي هو شبكة من ثلاث خطوط أول خط منها من العين السخنة حتى مطروح اللي بيتخاطع مع القطار الكهربائي الخفيف اللي احنا النهاردة بنمر عليه في منطقة محطة العاصمة الإدارية الجديدة اللي ارطيه بقى والاقتر كبيرا خافي اللي احنا النهاردة بنمر عليه وكان معايا السفير الصيني علشان يطلع على نسب تنفيذ المشروع لان انت عارفين ان المشروع بيتم بتنفيذ مشترك ما بين الشركات الصينية والشركات المصرية الصين دولة صديقة مهتمية بالمشروع هي اللي بتمول الجزء الوحلات المتحركة والاعمال الالكتروميكانيكية والانظمة بالكامل من المشروع والشركات المصرية بتنفذ الاعمال المدنية والسكك الاعمال المدنية هي المحطات والسكك والاسوار وكل الاعمال الاعتيارية بتاعة المشروع بتمويل مصري اذا المشروع بينقسم لشقين شق تمويل صيني من البنك التنظر والسرار الصيني بشركات صينية وجزء بتمويل من الموازنة المصرية وموازنة حية الانفاء وتنفيذ شركات مصرية عندنا تقريبا في حوالي عشرين شركة مصرية بتعمل فقط في الاعمال الاعتدية اللي هي المحطات والاسوار والسكك بالضافة كمان حوالي عشرين شركة زي يوم بتشغل في موضوع الجسور جسر السكة يعني اللي بتحط عليه بعد كده القطبان يبقى تقريبا عندنا اربعين شركة مصرية الاربعين شركة مصرية بتشغل في المشروع بتمويل من الموازنة المصرية اشتركوا في القناة